اشتركوا في القناة كل ثلاث سنوات بمعنى انت رحقيت مليون جنيه السنة دي بعد ثلاث سنوات بيبقى معاك اثنين مليون فهو من اقوى المشاريع تحقيقا للارباح ولكن في معايير عشان احقق الربح في اسباب ان احقق بها الربح في مهم وشروع زي مهم وربح برضك في مخاطرة عالية لازم تكتسب الخبرة بشكل كبير فاحنا اول حدا هنتكلم محتاجين المكان يكون بعيد عن الكتلة السكنية عشان اخد رخصة عشان فيما بعد محدش يوقف عمل المزرعة طيب رقم اثنين المكان يكون متوفر فيه فيه المياه والعمالة المنتظمة طيب بمعنى اخر البنية التحتية اللي هي المياه والكهرباء والعمالة يكونوا مش بعيد عن الكتلة السكنية وفي نفس الوقت ما يكونش ملاصق للكتلة السكنية لانه لو بعيد عن الكتلة السكنية مش هلاقي عمالة منتظمة تمام وممكن يلاقي الكهرباء مش منتظمة المياه مش منتظمة فهو مقارب للكتلة السكنية وليس بعيدة طيب بعد كده شراء الابقار وهنا لازم عملية شراء الابقار تكون مع شخص زو خبرة لان الغش في المدالجة جماعة غش فوق ما تتخيله غش فوق ما تتخيله غش فوق ما تتخيله فافضل شيء ان تكون شخص انتواسق منه شخص زو خبرة يعرف ينتقي العجو للابقار عالية الاضرار سواء هي انت تشتريها عشق بكرية عشق او هتشتريها اياه والد تمام اول حاجة هنتكلم عن المكان والبقرة والتغذية والمتطلبات وكل شيء المكان المكان تحتاج البقرة الى عشرين متر مربع بمعنى السبع بقرات ياخدوا جراء ارض طب الاربع قراري ياخدوا تلاتين بقرة الاربع قراري ياخدوا تلاتين بقرة تمام هنجسم الارضي عبارة عنها مكان للشوارة اللي هو ايه الحمام في ارتفاعات درادات الحرارة الابقار ديه منشئها امريكا والمانيا ما بتستحملش درادات الحرارة درادات الحرارة بتأثر عليها تأثير كبير قوة الانتاج بتجل فالحل ان انت بتقدميها حمام او شوار الابقار بتقطص فيها في المية عشان تخفض منها الحرارة طيب ايه تاني مكان للحلب سواء الحلب ده نصف آلي او حلب آلي او حلب عن طريق المكان المكان اللي هو ايه الصغير اللي هو ايه مكان يحلب بقرتين يحلب تلاتة يحلب اربعة يحلب بقرة المكينات الصغيرة طيب واعمل اللي تاني في المكان سكن للعمال مكان يخزن فيه الاتبان والسلاج والدريس ومكان تاني يخزن فيه الاعلاف يبقى محتاج عدة اماكن المكان يقسم المزرعة يقسمها الى مكان شوار حلب عمالة تخزين متضلبات الاكل كلها طيب هنقول هنا مرحوظة هنحتاج المحالة بالنصف الي او الالي او المكينة او المكينة ازا ما قلنا مكينة مكينة اربع حلبات اربع ابقار او تلات ابقار او بقرتين او بقرة واحدة الفرق بينهم وبين بعض المكينة الالي افضلهم ليه نسبة العقد البكتيرية هتبقى اقل الشركات هتتعامل معاك ما هترفضش كمية اللبن اللي عندك طيب الحلبات اللي هي الصغيرة نسبة العقد البكتيرية هتبقى عالية مش هتقدر تتعاقد مع شركات انتاج البان تمام فهتودي اللبن ده فين فانت قابل ما تدقى المشروع ده لازم انت معاك مكينة نصف آلي او مكينة آلي عشان تجل لنسبة العقد البكتيرية عشان تقدر تعمل تعاقد معايا مع الشركات طيب محتاج انك توفى مراوح ومبردات في الصيف في الزات عشان الجو توفى مراوح ومبردات عشان تلطف الجو للأبقار دي عشان ما أسرش على عملية الانتاج البقر فيه بقر عالي الاضرار يوصل ستين كيلو تتلت وفيه بقر متوسط اضرار خمسة وتلاتين كيلو خمسة عشرين كيلو تلاتين كيلو وفيه منخفض الاضرار اللي هو عشرين كيلو فمع ارتفاعات الحرارة انا هقل كمية الانتاج كمية الانتاج الالبان هتقل فانا عشان لازم هاي جو لها زي موطنها الاصلي عشان ما قلش من عملية الانتاج الالبان طيب فئة ثاني هل يجي عندي الابقار اسعار الابقار تتراوح من كم وكم سعر الابقار تتراوح من مئة الف الى مئة وعشرين الف ولكن هنا فيه نوعين من الشراء انك تشتريها والده والده وبتستلم الابقار كمية اللبن قدامك فهنا افضل او انك تشتريها بكرية عشر ستة شهر او خمسة شهر او تمانية او انك تشتريها كبيرة في السن او عشر انا لم انصحش ان تكون تشتري البقرة الكبيرة في السن ليه المزارع بتعمل اعلى انتاج ليه من اربع الى خمس سنوات بعد كده بيبدأ في التناقص لما انت تشتريها كبيرة كل اربع خمس سنين تلاقي المزارع او قارة هونشتاين طلعت جيل ده ودخل الجيل جديد انت هتروح تشتري البقرة الكبيرة هتشتريها في مراحل تتناقص فيها عملية الانتاج طيب ولو اشترتها بكرية ما تضمنش ان يكون فيها عملية تغيش فيها وما تضيقش كمية الانتاج الالبان العالية طيب هنا افضل اختيار فيهم افضل اختيار فيهم وهي الابقار تكون والدة وتستلم كمية لبان تمام طيب بالنسبة للالبان الالبان عندك ثلاث مجالات ممكن تروح فيهم اول مجال لعملية بيع الالبان بيع الالبان بس تكون عامل تعقدات مع الشركات او مراكز بيع بتاخد منك اللبن بس هنا مراكز البيع هتاخد منك اللبن اقل في السعر تمام لان هي بتاخد منك وبتدي الشركات طيب ايه الاختيار التاني ان كده تعمل مشتقات الالبان تعمل الجبنة والسمنة والرائب تمام بس برضك لازم تعرف توزع الحاجات دي مش تعمل سمنة والجبنة والرائب ومتعرفش تسوق منتجاتك طيب الاختيار التالت مشروع العجول ترضيع العجول الصغيرة انك بتاخد الالبان بتاعتك وعامل بجانب مشروع الالبان عامل مشروع عجول صغيرة ترضيع العجول الصغيرة بتاخد اللبن ترضيع العجول الصغيرة فانت عندك تلات مجالات بيع الالبان عمل مشتقات الالبان ترضيع العجول الصغيرة فانت بتختار المجال اللي ناسبك تمام هنتكلم بعد كده عن التغذي العجوز للأبقار دي بتحتاج تغذي بروتين ما يجلش عن 18 من 18 إلى 19% بروتين بتتغذي على من 10 إلى 15 كيلو على حسب كمية الإنتاج بفيش حدث ما كمية علف سابت لا على حسب كمية الإنتاج بتاعها أنا بأكلها بتحتاج سلاج ما يقارب من 15 إلى 20 كيلو سلاج سعر كيلو سلاج ممكن 2.5 يعني هترسي العمل تلس في حوالي 50 جنيه تحتاج في الدريس يومي من 3 إلى 5 كيلو دريس تحتاج من 2 إلى 4 كيلو تب برسيم هنا لو أقدم برسيم هتقدم سلاج وممكن بس أفضل شيء إن أقدم نص برسيم ونص سلاج تمام لو هتقدم برسيم هتقدم 30 كيلو برسيم يبقى هتقدم 30 كيلو برسيم أو 15 إلى 20 كيلو سلاج ده أو ده التبن من 2 إلى 4 كيلو الدريس من 3 إلى 5 كيلو تمام ده عملية التخزة وتتوقف عملية التخزة أو مصار عملية التخزة بيتماشى معايا على حسب كمية الإنتاج يبقى التماشى معايا على حسب كمية هي الإنتاج طيب العجلات زي ما احنا قلنا في منها العش وفي منها الوالد وفي منها الكبير في السن ووضحنا لكم في جزئية الإختيار الأفضل طيب الحليب هنا كل كدية الحليب كل 8 ساعات احنا بنحلب كل ثلاث مرات حليب في اليوم بالمكينة النص آلي أو المكينة الآلي أو المعدات الصغيرة طيب اي برنامج التحصينات عندي التحصينات الأساسية حم قلعية 3 مرات في السنة حمتي 3 أيام مرة واحدة في السنة الجلد العقدي مرتين في السنة الوادي المتصدع مرة واحدة في السنة طيب بالنسبة للتلقيح التلقيح عندي صناعي وعندي طبيعي بس امتى استخدم الصناعي وامتى استخدم الطبيعي يفضل استخدام الصناعي لها عشان أخذ أبقار عالية التهجين قطيع ممتاز تمام ولكن كل 3 مرات أو 4 مرات صناعي لازم أحتاج إلى مرة واحدة أفصل بينهم طبيعي يعني كل 3 مرات صناعي لازم أفصل بينهم بماء واحدة تلقيح طبيعي من قبل العجل تمام ده مشروع الانتاج الحيواني مشروع الأبقار الحلاف عالية الإضرار احنا حبينا نوضح بعض الأمور ناس كتير جاءت سألتني على المشروع ده فحبيت أوضح نظام التغذية ونظام المكان ونظام المعدات ونظام كل شيء عشان قبل ما تخش مشروعك تخش بعلم ومعرفة ما تخشش المشروع وفي الآخر تقول أنا فشلت أو المشروع ده مشروع فاشل ما فيش مشروع على وجه البشرية مشروع فاشل ترجمة نانسي قنقر